ليلة عبداللطيف تكشف حقيقة القضايا المسكوت عنها في لبنان وسر الحوادث المؤسفة اختر توقعات ليلة عبداللطيف للبنان على قناة توقعات الايام برحب حضرتكم معينا في قناة توقعات الايام وحلقة جديدة من حلقات التوقعات ومعينا نارضة مجموعة قوية من توقعات سيدة التوقعات والالهام ليلة عبداللطيف وأخطر ما تتوقعوا للبنان في المراحل المقبلة من عام 2022 بفكرك سريعا انك تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي توقعات في العالم ولو انت جديد معنا يريد تشرفنا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان توصلك الفيديوهات اول باول وحنبدأ معاكم باول توقعات ليلة عبداللطيف للبنان بتتوقع ليلة عبداللطيف ان وزير لبناني سابق مع نائب حاليا سوف يشكلان الحدث الاكبر في عام 2022 وده جراء انكشاف قضية فساد وفضيحة مالية كبيرة تطال اسم هذا الوزير الكبير وهذا النائب الحالي وتصبح هذه الفضيحة حديث الناس والإعلام وتثير ضجة بالبلة والقضاء يتدخل وسنسمع عن اسم ثالث بهذه الفضيحة وقد يطال أحد رجال الأعمال البارزين والنافزين منطقة جبلية لبنانية بتتعرض لحدث مؤسف وخطير والجيش اللبناني وفوج الدفاع المدني بقلب هذا الحدث وسيلة إعلامية بارزة تتصدر الأحداث والحدث وسوف نرى حشود كبيرة من الإعلاميين والناس على أبواب هذه الوسيلة الإعلامية تضامنا معهم ليلة عبداللطيف متفقلة للبنان خصوصا في النص التاني من عام 2022 إن الحال حيكون أحسن وإن الدنيا حتبق أهدى لكن يعدوا الكام شهر دول لأنهم صعبين جدا على لبنان وفي هذا العام بتتوقع إن ميشيل عون الرئيس اللبناني حيعمل مبادرة وحتبقى مفاجأة كبيرة لللبنانيين وحتى لغير اللبنانيين والحاجة دي قالت إنه حيدخل بيها التاريخ الدولار زي ما قالت إنه حيطلع من 30 ألف الفوق وده اللي حصل حاليا إنه تخطى عتبة 30 ألف وبتتوقع إنه يصل لحد فوق الخمسين ألف ليرة وما فوق وحيفضل طالع ونازل بأسعار جنونية لغاية ما يستقر على شهر سبعة أو تمانية أو تسعة وممكن بعد كده ينزل ويحصل تثبيت لسهره بعد كده من توقعاتها كمان إن هامش القلق في عام 2022 حيتوزع بين عمليات السرقة المتزيدة وبين عمليات الخطف المتجددة في عز النهار وإن قوى الأمن والجيش حيكونوا بالمرصاد وحنسمع كتير عن موضوع خطف الناس وطلب فيديا لرجوعهم وكمان شايف مشهد رصاص وهو ينهمر على سيارة بتحمل بداخلها شخصية مرموقة ومهمة وسنشهد جريمة رهيبة وغريبة تحدث بسبب أرقام مميزة هذه الأرقام تابعة لسيارة دبلوماسية معروفة جدا بتتوقع كمان زعمات أو قيادات حتختفي عن الساحة السياسية سوف تختفي عن الساحة السياسية في الفترة القادمة وبشكل مفاجئ ممكن تكون من الصف الأول ممكن يهربوا أو ممكن يستقيلوا أو كمان ممكن عن طريق موت سواء ده حيحصل في لبنان أو أيضا على الساحة العربية من توقعات ليلة عبداللطيف كمان إنها شايفة أمام الأزمة الاقتصادية الخانقة إننا سنرى انفراج وزيادة في رواتب القطاع العام والخاص بشكل غير متوقع وبالذات الناس اللي شغالة في الأمن والجيش من توقعاتها كمان إنها شايفة خطر وحدث أمني بيطال أحد المخيمات في لبنان بشكل مفاجئ خصوصا المخيمات الفلسطينية وحيكون في حرب ما بين المخيمات وما بين الجيش زي اللي حصل قبل كده في النهر البارد كمان بتتوقع قوات عسكرية أمريكية وفرنسية حتكون على سواحل البحر المتوسط بسبب حدث ما كبير جداً وبدقول إنها قارت التوقع ده من حوالي أربع سنوات لكن هي حاسة إنه هيتحقق هذا العام جوزات سفر مزورة بتخص رجال خطرين هيكونوا في عهدة شعبة المعلومات وحيتم القبض عليهم قبل ما يقوموا بأي عمليات تخريبية في لبنان من توقاته كمان إن تواريخ وأرقام متشابهة هتشكل حدث مؤسف وحتسبب صرخة وصدمة عند الناس وقالت بالذات رقم 22 في أي شهر من عام 2022 وحنشهد فيها ظاهرة أو شيء معين كبير بيلفت أنظار العالم كله من توقاته كمان إن شخصية ناشطة أو معروفة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي شايفها في حالة مؤسفة بعد الاعتداء عليها وربما أكثر من توقاته كمان إن حزن بيلف الطائفة السنية للأسف خلال عام 2022 بسبب رحيل شخصية سنية كبيرة وبارزة وصور هذه الشخصية هنشوفها في عدة مناطق لبنانية كمان بتتوقع ليلة عبداللطيف إن هيشهد لبنان انقطاع قاسي للأدوية وبعض المواد الغذائية للأسف مع انقطاع مباشر لشبكة الانترنت وفي أغلب المدن والمناطق اللبنانية كمان بتتوقع إن أزمة الكهرباء هتكون في الأشهر اللي جاية كتير صعبة وهتزيد الأزمة جداً لكن في أواخر عام 2022 تحديداً الشهور الأخيرة من العام شهر 8 و 9 و 10 وبعد كده هيحصل تحسن في الكهرباء وأيضاً حيفضل لبنان يعاني الفترة دي كلها من انقطاع للكهرباء وأزمة في البنزين والمزوت ودي فترة صعبة حيعاني منها الناس بتقول حتى لو معاه فلوس مش هيلاقي بنزين أو مواد غذائية للأسف الشديد وبتقول زي ما قلت من عام 2022 وبتقول زي ما قلت من سنة 2012 أرى اشتعل الدولار وأخشى أن يشتعل كل الشيء معه وده اللي حصل بالفعل في لبنان وكل الشيء بيغلى كتير عن الأول وبتقول لسه هنشوف هذه الزيادات الجيش اللبناني بيحصل على مساعدات كبيرة ومهمة مالية وليست فقط عسكرية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام كمان شايفة أن العلاقات اللبنانية الإيرانية ستشهد انفراجات وتطورات إيجابية في العلاقات وخصوصا مع بعض الأخصام والأطراف اللبنانية وده بعد انتخاب رئيس للجمهورية شايفة إيران في عام 2022 على أبواب بعض التغييرات كمان تتوقع أن الجيش اللبناني حيكون هو الملاذ الأخير لكل اللبنانيين خلال الفترة القادمة سواء شاء من شاء وأبى من أبى وحد شهد الجيش اللبناني بيترجم هذا الشعور في قرار بيصب في مصلحة جميع اللبنانيين وهنا ستظهر قوة الجيش الفاعلة على الأرض ويأخذ الجميع درسا وطنيا من هذه المؤسسة الوطنية العسكرية بأن الجيش لا يساوم على أمن الشعب والأرض والدولة وحيكون واقف بالمرصاد حيكون لدور وقت الانتخابات أو ما بعد الانتخابات وحنشوف دور للقائد جوزيفة عون والجيش اللبناني بدور ما شفناه من قبل في تاريخ لبنان وقريبا وقريبا جدا حتشهد كمان مدينة بيروت مفاجأة كبيرة جدا هذه المفاجأة سوف تتحول لصدمة وتسير الصحافة والرأي العام وخاصة أهالي بيروت كمان تتوقع أن شخصية سياسية لبنانية سنراها على وسائل الإعلام وهي تعلن عن اعتذارها أو اعتذالها عن العمل السياسي وبشكل نهائي متابعين الأعزاء بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات سيدة الإلهام ليلى عبداللطيف وأهم توقعاتها للبنان في المرحلة المقبلة بشكركم جدا على حصن المتابعة ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة هنستنى تعليقاتكم وقراءكم وضمتم في حفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة